أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرا عن الأوضاع الأمنية في سيناء منذ عام 2011 وحتى الآن وذكر التقرير أن العام الماضي شهدت زيادة في القبضة الأمنية تزايدت معها الوحشية التي أدت إلى وقوع انتهاكات جمّة في صفوف المدنيين ما خلف أكثر من 500 قتيل وأكثر من 7000 معتقل في سجون الجيش والشرطة السرية وتهجير أكثر من 500 أسرى وهدم منازلهم وإخفاء أكثر من 300 مواطن في شمال سيناء وحدها أشار التقرير إلى أن إعلان حالة الطوارئ يمثل تعقيدا للأزمة وليس حلا لها مضحا أن هناك العديد من الضمانات الدستورية والقانونية في حال تطبيق حالة الطوارئ يلزم اتباعها لضمان حقوق وحريات المواطنين أطلب المرصد بالبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني والعمل على إحداث تنمية حقيقية في سيناء والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة وتعويضهم عن أي أضرار قد لحقت بهم وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر بحسب المرصد وينضم إلينا في ستوديو الجزيرة مباشر مصر الناشط الحقوقي أحمد مفرح مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان سيد أحمد مرحبا بك مرحبا مرحبا في التقرير الذي أصدره المرصد هناك مشكلة لديكم مع تطبيق قانون الطوارئ في منطقة سيناء ما هي مشكلتكم مع قانون الطوارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي أزمة تطبيق قانون الطوارئ تعقيد للأزمة الموجودة في سيناء وزيادة في التعامل الأمني وللأسف الشديد التعويل على الاستثنائيات في التعامل مع الملف في شمال سيناء للأسف الشديد بداية تطبيق حالة الطوارئ هو مطبق بالأساس يعني نحن خلال العام الماضي كل ما يتم في شمال سيناء هو ما هو إلا عبارة عن استثنائيات تطبيق استثنائيات قانون الطوارئ القبض العشوائي القبض بدون إجراءات قانونية عدم وجود أي نوع من تحقيقات وبالتالي فسيناء موجودة شمال سيناء موجودة في حال الطوارئ منذ أن تم إعلان الحرب على الإرهاب في سبتمبر الماضي ماشي بس بشكل رسمي ما كانتش مفاعلة احنا بنتكلم الوقت على الإعلان الرسمي من جنب الدولة ما هو أنا الإعلان الرسمي في جنب الدولة إذا قامت الدولة بالإعلان الرسمي واجب عليها أن تقوم بإتباع الضمانات القانونية وليس فقط أن يتم إعلان حالة الطوارئ أول شيء أو إعلان حالة الطوارئ يعطي للدولة الاستثنائيات في إلقاء القبض على الأشخاص وفي أماكن الاحتجاز وفي الهجوم على القرى والمساكن وغيرها واقتحمها بدون أي نوع من أنواع الرقابة القضائية أو الرقابة السابقة أو أعطى أي تصريح بهذا من النيابة العامة وهذا أولا لكن هناك أساسيات الحق في الحياة يجب أن يتم الحفاظ على حيات هؤلاء الأشخاص يجب أن يبلغهم بماذا تم القبض عليهم يجب أن يقدموا في خلال فترة قصيرة إلى النيابة العامة أشخاص من تتكلم عن العناصر الإرهابية أنا لا أتحدث عن العناصر الإرهابية أنا أتحدث حينما تقوم الدولة بإجراء أي عمل من الأعمال الخاصة سواء كانت إرهاب أو غير إرهاب مع مدنيين أو مسلحين أو خلافه في إجراءات قانونية متابعة يجب أن يتم التعامل معها وإلا أصبحت مثلها مثل الميليشيات التي تتعامل بدون أي نوع من أنواع القانون وفي هذا الإطار الدولة بتقول أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أشخاصاً اعتياديين يمكن القبض عليهم ومتابعتهم وملاحقتهم والتحقيق معهم دول إرهابيين في شعاف الجبال تلاحقهم ليس هناك حل لديهم إلا التعامل الأملي يعني هذه هي الأزمة هذه هي الأزمة الأزمة في أن أصبحت مثلك مثل أي ميليشيات مسلحة تتعامل مع الأوضاع على الأرض لا ليس لها رابط وليس لها ضابط وبالتالي سيدخل في هذا الإطار الكثير من المدنيين سيدخل في هذه الأزمة سيعاني من هذه الأزمة من ليس له أي نوع من أنواع يعني ليس له دخل في هذا الأمر لأجل هذا قالت الدولة بأنها تريد فرض منطقة أو يعني توترت الأنباء خلينا نقول أنهم عايزين يقيموا منطقة عزلة في هذه المنطقة تأميناً للمدنيين يخرجوا خارج إطار العمليات ثم تصبح الأرض حكراً على الإرهابيين ولماذا فقط العمليات هي موجودة في المثلث التي سمى عرضه منذ قليل في التقرير والتي تتحدث عن التهيجيب من كيلو الخط 15 كيلو هل فقط الإرهاب في سيناء والعمليات الإرهابية موجودة في الخمسة شهر كيلو من الحدود على رفح ومن قال هذا ثانياً من قال أن فقط العمليات موجودة على الحدود مع غزة هذه أزمة أخرى لك أن تعلم ولك أن يعلم السادة المشاهدين الشيخ زويد منطقة الشيخ زويد الذي تم فيها التفجيرات بالأمس هي أقرب للحدود الإسرائيلية منها أقرب للحدود رفح الفلسطينية ولهذا الأمر أيضاً النقطة الآن حينما يتم عمل أي نوع من أنواع جرائم للرهاب أنت تقوم بالتحقيق ولا أن تقوم أن تذهب في إطار آخر حينما تفاعلت الدولة وتعملت السلطات مع الموقف تعملت من طرف آخر تماماً ليس له علاقة بالواقع